اشتركوا في القناة وحاولنا نركز على المواقف اللي توضح للناس اللي ما شافتش أبونا يوحنة إزاي قدر يجمع الناس ويدمها لحضن الكنيسة وإنه إزاي قدر يبني أساس متين للكنيسة الإبتية الأرثيسيسية في النمسا وإزاي كان بكل معنى الكلمة شامعة تحترك من أجل الخدمة وبالرغم إننا اختصرنا كتير ما كانش ينفع أننا نعرض فترة خدمة أبونا يوحنة في جزء واحد نتمنى لكم مشاهدة ممتعة في الجزء ده ما كانش فيه مكان مستقر لحد لما حصل على الكنيسة دي كانت سنة 77 هم اللي بانوا الكنيسة تقريباً اللي هم الروس أيام ما كانوا واخدين أو كانوا محتلين أيام الحرب كانوا موجودين في فينة فكانت لوينة متقسم الأربع أجزاء فدي كان جزء الزهر عليه تابع الروس فكان هم بانوا الكنيسة دي عشان يصلوا فيها كانت الكنيسة محتاجة شغل كتير فأفلوها فترة كبيرة ما صلوش فيها على طول علشان كانت ساعة جامد ما فاشتت فاقة والشبكة مكسرة فكانت محتاجة شغل كتير كانت الكنيسة كلها تابعة للكاتوليك فكانت الكنيسة الكاتوليك اللي هم تابعة كايزر ميرلون كان فيه أسيس منهم بيروح يصلي في الكنيسة دي وكان في أوله كان أسيس لطيف جداً وبيحب يعني بيحب المصريين فوفق لنا بحاجات كتير عملناها جوا الكنيسة ما كانتش موجودة ما كانش فيها سجاجيد ما كانش فيها ستارة هو أخي يعني أخدنا منه إذن وهو اللي عملها بفكرة هو اللي سهل كله على تكليف الكنيسة كاتوليكية عمل لنا عمود خشب بين الحطين على أنها على ستارة ستاير يعني بالستارة واحدة أبونا حنة بعديها لما الأسيس وافئ فسافر مصر في مرة وجاب لنا من كنيسة عدر الزاتون واحدة ستارة عندهم مركونة فجاب هلنا عملتها في الوسط وكملت حواليها ستاير شاريت من هنا قطيفة حمرة وحسب الطول وكده وعملت لهم ستاير حتى الجزء اللي جابه أبونا حنة كنت من فوق طولته كان العمود الخشب ده اللي عاملين فيه نعلق فيه ستارة كان عالي فكملته برضه من القماش القطيفة وما كانش فيها تدفئة كانت الأرض عبارة عن لبات فوق السمنت كانت باردة جدا لكن كنا بنصلي ما كانش فيه دفايات الدفايات ركبناها متأخر قوي جبنا دفايتين اللي هما بالزيت حطيناهم عجازة سمح لنا برضه الأسيس برضه توفع لكن هو قبل ما يتوفه كله سمح لنا إن احنا نركب اللي ينزل هما كانوا ناس كويسين جدا كان فيه أسيس اسمي باطر شتيفن هو اللي كان بياختب في الكيسة دي كان بيسهلنا كل الصعوبات وكان شخصية ممتازة اللي هرحمه بردو شكوتها مسؤولة على التنظيف راسل الفوت أجيب مية للكنيسة أنا ما كانش فيها حتى توصيلة حوض ولا مية خالص أنا بنجيب مية معانا مئمة بالبيت في ترموسات أو حاجة كبيرة مقفولة أما كنت كمان بعد كده كنا نكمل من البنزينة اللي موجودة في وش تانكشتالة اللي موجودة في وش الكنيسة هناك سمح لنا بعد كده إن أكلم نومنا أنا ممكن أخد مية سخنة من عندهم بس كده كمية ليلة كنا بنعمل في طبق اللي هو بانيو بتاع الأطفال وبعد شوية عملت لهم علي ستارة حمرة عشان يبقى منظرها كويس وده محدودة على التارة بيزة كده وكتبت طافل علي آية المعمودية بالعربي وبالألماني بحطه بشامعة في النص وحط الشرار الشامعته الثاني لأنه أنا متعودين الكاتوليكا في شامعة للعماد فكنت بحطها لهم في النص كان واحد متجاوز واحد ألمانية فترجموا الأداس كان في كتاب صغير لونه لابنيو صغير وفايع قوي الأداس الباسيلي فترجموه ده كان بيمشي مع ابونا حنا برضو عشان الأولاد يقول منه أنا كنت بكتب لإبني طبعا عشان أعلمه ولأنه كنت بحفظه كان يعرف سماعي بس كنت بكتب له الحاجات بالحروف الألماني العربي والإبتي ما الموجود الخلاج اللي لونه بني ده ما كنت أنا اللي أعمله كنت بكتب له الأول المرادات كلها فأبونا حنا قال لي يا ريت تكتبي كمان كنت بكتب يا دوبك أول كلمة يقولها أبونا وأخر كلمة لأنه محدش بيتابع لك صعب على الأولاد لأنهم صغيرين يتابعوا فكان يا دوبك كده قال لي يا ريت تكتبي كله حتى الأبونا بيقوله فكتبته على إيجي الأول وطبعته من طباع اليد كان الأداس كله وبعض المناسبات كنت طبعا بكتب عشان الأولاد يعرف يقولوا معنا عن طريقها تعلموا كتير وبعدين بعديها لما جيها أبونا أنجلوس قال لي كتبيه على الكمبيوتر كان ابتدى وقتها الكمبيوتر إبوا موجود كان الكمبيوتر عجيب شوية الأولاني خالص فكتبته الأول على الكمبيوتر كنت طبعا بظهر فيه كنت وقتها بشتغل كنت بظهر فيه لساعة أربعة وخمسة الصبح ونامي لساعة وساعتين وأروح الشغل بس يعني كنت بحاول إن أنا أكون فتحها علي وأكتبه طبعا كان فيه غلطات حروف يعني بعض غلطات لكن مشي تعلموا منه كتير بدنا نتبعه كملزمة وكانوا بيقولوا فيه كتير عملناه بالكمبيوتر برضو طبعتها كملزمة وعملناه زي كتاب صغير بس كان زي هفت مش مش كتاب كتاب أي مابونا أنجلوس برضو لأنه هو كان بيشجعنا على كده هو أبونا حن اللي شجعني على كتابته وأبونا أنجلوس شجعني على طبعته كان عادل فهمي كويس قوي وكان بيخدم برضو في مصر فقلنا له يمسك مدارس الأحد كنا بنحاول ننلم الأولاد يعني وقدر الإمكان الأول ابتدوا بخمسة وبعد كده كانوا سبعة وبالكتير كانوا عشر يعني بعد كم سنة كانوا عشر أولاد في مدارس الأحد فكناش نعمل غير فصل واحد أبني جوزيف أول واحد ترسم شماس في الكنيسة لماري مرقص حاليا لأن ابني سعيد بقطر الوحيد اللي كان أكبر من جوزيف ده انتهي ترسم في مصر الأنبا سومئيل ورا رسمه في مصر شماس جوزيف أول واحد ترسم كانت سنة 78 79 كان صغير خالص لكن رسمه شماس المتناح الأنبابي من ماسج مالاوي ابتدى ابونا يوحنى يهتم بالإراية للناس يشترك في عدد مجلة الكرازة ومجلة مرامور قص كانت بتصدرها برلين أيام خدمة أبونا صليب سوريال وكان بيترجم عزات قدس البابا شندا الثالث بالألمانية وعزها على الناس ابتدى بقى يعلم الناس ويصقف الناس ويرشح ناس من الخدام عشان يترسموا شمامسة الآن بصمير في مرة رسم سبعة أو مصطس ورقى خمسة أبيدياكم يجوم بعد كده وكانوا يشتغلوا في الجراية كان بيملة ترمس شاي حاجات سخنة وسندوتشات ويمر عليهم ويديهم وسيس إجال حتى كان فيه مسلوبين كانوا برضو ذكرولي بعد كده كان بيمر عليهم ويديهم شاي سخن وكده وكده لما كان فيه ناس مشاكل عائلية وأزواج وكده كان بيروح ويستنوا تحت في التلج وكده لغاية لما هيبوا البيت ويفتحوا له وكان بيقعد بالساعات يعني تاع درجة أنه كان بينام في العربية في التلج أبونا حنة كان صديق حميم بالنسبة لي وأشكر لحد اتما جاوزت كمان أبونا حنة أنا جيت مع عروستي اللي هي الدكتورة مها وطلبت من كل أصدقائي ما فيش حد يجي لي المطار إنما طبعا الناس كتير جدا جوا من المطار أبونا حنة كان مستني بالصالة في الصالة أنا دعيت مجموعة من الناس أبونا حنة دعا كل الكنيسة يعني علشان تربط لي بي صداقة جامدة وقال أنا قلت لكل الناس يجوا الصالة بتاعت الاحتفال عشان يستقبلوا العروسة قلت طبعا يا أبونا حاجة تشرفني برضو أنت قدسك قلت الكلام دوت ولقيت أبونا حنة موقف شمامسة واستقبلوا العروسة كأنها لسه دخلة كنيسة أنا اسمي إيميل أيوب يوسف أنا جيت النمسا سنة تسعة وسبعين طبعا جيت معرفش حد إن أهالس غير ربنا فأول ما نزلت نزلت سكنت في بيوت الشباب وكانت أعتقد في الحي الثالث وبعد كده رحت الدير في الحي التاسع لما فتت بيوت الشباب خلصت وبعدين هناك فجأت بابونا يوحنة كنت لا أعرف إن في كنيسة ولا أعرف إن في أبو كاهن لقيت أبونا حالنا جاي بيسكن الناس وأنا كنت سكن في الدير دوت فتعرفت بيه ويعني يعني بعدي قاعد يقضرني مرة واتنين وبعدين جات فترة الدير خلصت فقال لي أنا عندي شقة كويسة ليك قبل شقة في الخمستاشر خدني بعربيت الفوفي الصغيرة دية ونعني في شقة في الخمستاشر كان معي أخو مراتي جورج وبعدين ابتدت أعرف إن في كنيسة هنا وكان كنيسة تقريبا مرة في الشهر وبعد كده بقت مرتين في الشهر وبتدت أجي كنيسة يعني مش موظب أول في الأول بس عرفت إن في كنيسة لحد ما في مرة ففكرت إن أنا أسأل أعمل محل أو أعمل شغل أو أي حاجة زي كده فجنوا يحن قال لي ما تعملش حاجة أنت تشتغل شغلة كويسة خالص فأبونا هنا ممكن أخط محل هن ممكن أعمل ألا ما تعملش حاجة أنت تشغل شغلة كويسة وفعلا يعني زي ما كانت بتنبأ أو شايف المستعبال أنت تشتغل شغلة كويسة أول ما كانتش ألاقي في الخدمة أساسا وبعدين أبونا يعني أما لأ يعني الدكتور رجدي كان عاوز ابتدى عرب على سنة معايش قال لي أنت تخش وتمسك وبدأ الدكتور رجدي وبعدين بعديها بشوية كده يمكن سنة أو حاجة كده قال لي ما نفعش بحد في اللجنة ما بعش مرسول شماس فامتعد زيارة البابا هنا سنة 98 ورثمني شماس وقد هي المرة اللي بست فيها الدنيا وبعد كده اللي بستها دلوقتي أي أخيراً بعد ما طلعت عن معاش يعني أنا جميل جيرجيس يوسف غنبور من الفيون بديد سنة 1980 أبونا يوحنة تعرفنا عليه هنا في الكنيسة وكان فيه شباب ناس من الإسماعيلية وجابونا وهم عرفونا على أبونا يوحنة أبونا يوحنة راحب بنا كتير قوي ومن المقابلاته أي حاجة عايزينها تقولولي وإحنا سمعنا بعد كده أنه هو بيروح مع ناس البوليس بيروح يترجم لهم هو بنفسه كان بيروح مع الأشخاص يخلص لهم الورق فيه ورق عايز يكمله هو اللي يملاه وكان عنده ألا كتبة صغيرة تقريباً أي واحد عايز ورقة يقول له طيب أنت عايز تعمل كذا؟ أنا هعملها لك يكتب له الورق دو يكتبهوله يجبهوله جاهز مطبوع ولو فيه فرمولار أو فيه أي حاجة كانت عايز تتهمل إحنا كنا نجح للغة الألمانية يمكن كنا بنتعامل باللغة الإنجليزية ودلوقتي نسينا حتى الإنجليزية لكن أبونا وحنة كان متواجد مع كل واحد يروح معاه مكانه وكان يعرف الناس على بعدي أنت تاخد وشوف له شغل وشوف له خده معاك روح له فلان هو يعرفك على الشغل يعرفك على البلد وأي حاجة التليفون بتاعي هو أنا ساكن في العين وتجيني في البواب هيستقبلك ويفتح لك قوضة وتقعد لحد ما أنزلك هو بيديني خبر بطيبات كان أبونا وحنة بيجيب شرية كاسيت ويوزعها بيجيب كتب وبيجيب مجلة الكرازة كان فيه حاجات كتير وصور وحاجات كده بيوزعها كتير المكتبة دي كانت أفكار من الأفكار للخدام إن احنا نعمل مكتبة ونبيع فيها وهو ما كانش يحب موضوع البيع دوت كان يفتح المكتبة ممكن يديل أي واحد تعال أنا يديلك يفتح المكتبة يديله لو فيه كتب لو فيه هدايا ممكن يديله من المكتبة فحتى بتاع المكتبة قال لك احنا ما بنبعش وكان يقعد وقت طويل جدا في الكنيسة يعني مش يعمل قداسه يمشي على طول خدمته ممكن تستمر للساعة ثلاثة أربعة بعد خمسة بعد الظهر كمان كانت الدكتورة ليلة شنودة تجيب ممكن سندواتشات تجيب قهوة حاجات زي كده علشان الوقت اللي بيهوده أبونا بيبقى طول جدا وهو طلب مننا إن احنا نعمل أغابي للشعب كل فيه أداس كنا نعمل أغابي للشعب الأغابي بناخد صالة أو الأماكن اللي احنا كنا بنصلي مش هنا بس بس احنا كنا بنصلي فيه كنيسة اسمها كايزين مولين والكنيسة دي كان يتبعها مكر فيه مطبخ وفيه قصالة كبيرة كنا بنروح ونعمل فيها هكل وشرب لكل الشعب ده كان يعتبر كل اسبوعين وأحيانا كان بعد شوية تطورت الخدمة كنا كل بنعمله كل اسبوع المهم لما كتر الشعب كتير عملوه يمكن كل اسبوعين أو كل شهر الخدمة الأغابي دي شوية شوية أبونا يحنا أنا ما كنت الشماس ورسمني الأنباء بشوي أنا ونبيل ياني كان فيه واحد ثالث وابترسمني على صوم بسالتس ومن بعدها أبونا يحنا قال لي أنا عايزك تقف معي على طول جوة في الهيكل أنا كنت بنكسف ما كنتش بحب أدخل ما كنتش لسه حافظ حاجة خالص ومزيلت بعد كده يعني بدأت أبدأ خدمة مع أبونا قال لي أنت تبقى كاندلمان كاندلمان يعني مسؤول عن الشمع ومتنور الشمع وفي الحقيقة كنتنا قيل متفين أنهنا أجي يوم السبت ننظف الكنيسة ونرتبع لحد ما يجي وقت العشية قبل العشية من وقت الأداس لتاني يوم يعني نجهز الكنيسة لتاني يوم أنا اسمي كامال عبد النور جيت النمسا سنة 1980 وكنت بروح الكنيسة الابطية مع الأسف في البداية كنت بروح في اللعيات بس وبعد كده اندمجت في الكنيسة من خلال الابوني نحن البرموسي لأن كان فيه حاجة غريبة جدا بأنه هو لما حد يكون بيجي بس عارفه في الأعياد أو بيجي من بعيد فلما كان بيجي وزع البغركة كان بيدي لكل واحد حتة بركة كان الناس اللي هي ما بتجيش ديت كان يديها أربانة كاملة فأنا لاحظت ده لأن كنت انا يجي ده مهتم بيه قوي يعني يعني بيدينا أنا أربانة وبيدي لكل حتة صغيرة فكت شايف نفسي قوي بأن أنا فخور بنفسي بأنه هو بيهتم بيه قوي كده يعني وكانت بتسعدني يعني وبعد كده هوت لما أنا اندمجت الكنيسة وبيت شماز بيتاخد الحتة الصغيرة فعرفت بقى ليه كان بيدي الناس البعاد أربانة كبيرة والقريبين يعني قطعة عادية يعني كان هو وشه بيطلع شعاع بتسامة كده خفيفة جميلة بتخلي الواحد يتشدله بعد الجوازم كنت مواظب كل حد أروح وكنت مواظب بأن كان أولاد يتعلمه وكنت مواظب بأن أتابع مدرس الأحد نظرا بأن كان اللي بيخدمه كان الألماني بتاعهم مش قدي كده وكانت فيه أولاد كتير مولودين هنا وكانت لغة الأم بتاعتهم ألماني يعني فالإخوة الخدنام خدوني أساعد في مدرس الأحد على إني أترجم اللي بيقولوا فكنت بترجم وبقول مدرس الأحد بالألماني وطبعا أتعمقت لأن بعد كده كنا مثلا في البيت كنا بنصلي صلاة باكر وصلاة النوم مع بعض أنا والولاد والمدام على أساس بأن نروح ونروح الكنيسة كل يوم حد وأنه بقى مثل أعلى للأولاد يعني على أساس يبقى تربوا كلهم في الكنيسة وده اللي حصل يعني فلما أبونا أنجلوس شافني موازف في المدارس الأحد وبدي بترجم بس يعني مش بدي حساسي فطبعا عرض علي أو رشحني بأن أنا أبقى شماس يعني في البداية أنا لما كنت طبعا ما كنتش بقى بشماس في البداية لأن ما كنت شماس فلما كانت تيجي وعظة أو يجي الأداس فكنت أعد جنب مراتي وأترجم لها كل كلمة بتتقاد وكان عايز كل حاجة بتوصل لي وبتفتح قلبي توصل لهم وتوصل للولاد فكنت تملي أخذ المراتي وبعدين أخذ الولاد وأعد أترجم لهم في الأداس وبدأت المجموعة تكبر بدأت تيجي مثلا هيدي وبدأت تيجي في ستة تانية كانت كبيرة مش فكر اسمها كانت بتيجي تقعد جنبها فبدأت أترجم للوعظات وبدأت أترجم بعض الأداس ولما أشوف حد جاي الأول مرة فمثلا بس كالخلاجي وأقول له احنا في الحتة دي وفي الصلاة دي ولما بروح كنيسة الكاتوليك فهو أغلب القطع هي هي بس احنا يمكن عندنا أطول شوية فبقول لهم هنا مثلا الصلاة كذا وهنا صلاة الصلح وهنا صلاة كذا فبيبقى اللي جاي أجنبي في الكنيسة بيبقى متابع جيد الأداس ولما بيخلص الأداس بيبقى مبسوط جدا ويجي بيشكر يعني بان فهمنا الأداس من الألف للي يعني فكان اهتمام بالأجانب كان غير عادي من ناحية أبونا أنجليوس كمان ومن ناحية أبونا يوحان البرموسي بس أبونا يوحان البرموسي كان بيقول بالألماني فعشان كده ما كانتش تأثر معاه الترجمة لكن طبعا أبونا أنجليوس وبيجوا الكنيسة فكانت الترجمة الفورية وبعد كده جبنا جهاز ترجمة فأصبح بأنه بيتفرق على الكنيسة الناس الجانب والولاد اللي هما ما بيعرفوش عربي وكنت بمسك ميكروفون وطبعا غير الصوت يعني لسه ما حد بس ومرة كنا فيه رفعة عبير ميراطل كانوا لسه عرسان جديد وجايين من مصر وكان رفعة عزمه في الشقة عنده فما كان لسه ما جابش عربية فكدت أنا رحت جبت أبونا وبتاعه وإحنا عادين بيقول له رفعة كان حطت صورة تعروسة وعريس فقال له شيل الصورة دي من هنا قال له حضر يا بولي فبعد شوية رفعة ما أسألش لأني مهتم بالضيوف قال له رفعة تشيل الصورة دي من هنا قال له حضر يا بولي فاستنى شوية رفعة شيل الصورة دي من هنا فقال له طب يا بولي بعد الأكل فأكلنا وبعد ما تقلصنا أكل قال له يا رفعة تشيل الصورة دي من هنا وحطها في حتة تانية فقال له طيب المهم كانت وبعد كده شربنا شاي وخدت أبونا وانزلت ووصله أنا كنت مسافر مصر بعد كده هوت الساعة اثنين ثلاثة بالليل أبو السلاقي رفعة بيتصل بي فبقول له ايه في ايه قال لي انت نازل مصر مش كده قلت له ما انت عارف قال لي طب خد الصورة بقى العروسة والعريس ديت وعايز البرواس بتاعها زيه في مصر قلت له ليه قال لي مش هابونا قاعد يقول لي شيل الصورة شيل الصورة قال لي الصورة أنا معلقها على خبور قد شعلق عليه وما تقعش الصورة الساعة اثنين بالليل لقيتها دب نزلت على ميت حتى فمن هنا عرفت بأن ده فعلا غير عادي وداقوا قدامي وحصلت قدامي فعرفت بأن خدت الصورة طبعا وانزلت مصر وديتها الأهل رفعت واتبروزت بنفس البروازة ميلاد أخويا بقى لما خد الشقة جاب الشاكوش وجاب المصامير وجاب السورة ودعا أبونا يصلوله في الشقة قال له أبونا أعلق السور فين وأبونا بقى يركب على الكرسي وشامله على مكان السورة بتاع من ساعة الحادثة دي فعارف بأن بأن في حاجة في شفافية غير عادية لما كان البابا شنود هنا هوت يعني أنا في موقف شفته منه حسيت بأن عايش للرعاية مش عايش لحاجة تانية يعني في كنيسة الأنبى أنتونيوس كان قدسة البابا شنودة وأداس وطبعا كانت موجودة مطارنا وأساكفة كتير وكان موجودة أبونا أنجيليوس وأبونا يوحنا البراموسي وكل الكهنة موجودين ومجرد ما خدس الأداس قدسة البابا راح في مكان يريح أو يأكل أو حاجة وراح يقول المطارنة والكهنة وكل ورا قداسة البابا شنودة وفجأة بين أبونا يوحنا البراموسي الوحيد اللي ما راحش فجمع ناس بسطاء خدام حدوين من الكنيسة كانوا موجودين وقال الكنيسة دي احنا وقتنا من الكاتوليك والكنيسة كانت كبيرة تشيل القلفات زي ما قلنا ودي كانت الكنيسة اللي هو تعمل فيها الجناس بتاعه فقال لازم ننظفها ووقف في وسط الناس لغاية الساعة 4-5 لفجر خمسة المغرب وعلى فكرة ده العادي بتاعه كل يوم حد بيقعد لغاية الساعة 4-5 ما يكلش ولا حتى سندودش وتقلي ولا حتى أربانة بيقعد على المناولة فوقف في وسط الناس وهي عمالة تكنس وتجيب كياس وتعب الحاجات اللي كانت واقعة من بعض الناس أو الأطفال أو حاجات زي كده لغاية لما نظفوا الكنيسة نظافة كاملة وكان واقف لآخر واحد موجود فيه يعني كله راح كل وقعد وامبسط وكل حاجة هو الوحيد اللي قعد مع الشعب يعني حتى كمان الشعب راح كله وامبسط برضو قعد مع القدام اللي جزء من الشعب لغاية لما نظفوا الكنيسة ودي كان الساعة 4-5 فكان ما بيسبش شعبه خالص يعني ودي ملموسة وملحوظة يعني بغض نظر مين اللي جاي بيفكرني بقصة الأنباب شوي لما كل الرهبان راحوا يشوفوا المسيح وهو الوحيد اللي شال الرجل الكبير وتلعف الأخير للمسيح هو نفس المجال بالظبط كان عمدي أنا القصة ديت بتفكرني بالقصة ديت يعني عمال عمل لها شمال يمين هي هي طلعة كده فهو فضل مع الوسطاء اللي بيكنسوا ومساحوا وكنيسة وسب الأكل وشيح أنا اسمي جورج مشيل جورج عبدو الفاميليا نامة جورج عبدو وأنا جيت هنا في أواخر التسعة وسبعين أول التمنيات يعني كده التمنيات فأنا جاي بقى الأول عن طريق أبونا يحنة البراموسي المتنيح أبونا يحنة البراموسي وكان فيه واحد صاحبي كان يعني هنا في إيطاليا وبعد كده جاي النمسا وهيرجع تاني فالمهم قلت طوله هنطلع معاكم بتاعه وكلمنا أبونا يحنة فكتب لنا كروت يعني وحاجات زي كده وقال لو انتم لوصلتوا الأول يبقى معاكم كروت ديت كروت توصية الناس هنا في فيينا وفي لينز وحاجات زي كده فالمهم تشاء الظروف ان احنا جاينا وكان أبونا بيخدم برا هنا في خارج فيينا وبيتت واستنت برا لحد ما جاء أبونا صراحة من السفر وعارف لما أنا وصلت فاكلم لأستاذ خليل رزق الله ولأستاذ صبحي عقوب وقال لهم اهتموا بي وهاتوا ودوا الساكن الفلاني كان في فيينا ثلاثة وبعد كده قابلت أبونا قلت له ما عايز أشوف أبونا يعني بتاعه وقول له أنا أنا على الحكاية بتاعتي بحبون زي كده فتصلوا بابونا وقالوا له هو خلاص بيستنيك في الدير فروحتوله الدير وبعد كده بقى يعني صراحة هو اللي رسم طريق لي اللي أنا أشتغل بعز مراتي كانت حامل فقالت له أنا خايفة وبتاعه قال لأ لأ ما تخفيش أنت أجيبه ولد وتسميه ماركوس وفعلا جهه ولد وسمته ماركوس وبرضو سنة سبعة والثمانين جه برضو مراتي حامل وبعدين قال لأ أنت أتسميه يهونس تسعين بقى بدأت إيه يعني أمسك الكاميرا بقى كده وكنت بصور مش عارف عماد مين فقال لي ليه ما بجيش تصور بتاعت لأ أنا ببعرفش لسه صراحة بقون أو لسه أول مرة أمسك الكاميرا حاجة زي كده فقال لي لأ ما هونت لازم تجرب وتشوف وتمرة في اثنين وتلاتة هتبقى كواس خالص فقالت له ربنا يا سهل المهم بدأت فعلا يعني إيه بعد أول عمادة صورت ومعرفش كان بتاعها مني يا رب المهم فقال لي تيجي تصور أداس واتنين وبتاع وبعد كده بقى تصور أداس العيد وبتاع فقالوا ربنا يا سهل يا بنا بقى حص أنا بقى خافي عنه في الحاجات دي لسه هو فعلا اللي شجعني بقى ان انا ايه أبدأ التصوير ما كانش فيه حد بيصور عندنا خالص في الكنيسة إلا إذا كان مثلا فوتو أبراد تصور بتاعه إنما كان فيه كفيديو أو حاجات زي كده ما أفتكرش أنا أول واحد فعلا كنت أصور في الكنيسة فأول قداش صورته طبعا ما كانش ينفع خالص فقال لي كويس في حتة كويسة في حتة مش عايف كذا وقعدي شجعنا المهمة أنا اسم رشاد يعقوب مقيم في النمسا من سنة سبعة وسبعين وأول ما اشتغلت اشتغلت في حتة كامبل في الراينج فالمكان الوحيد ده هون اللي كان ساكن فيه أبونا يحنى البراموسي فده السبب إن أنا تقابلت مع قدس أبونا يحنى كتير وكان بيقابلني في ترحاب وبشاشة وكان إنسان صغير جدا أول ما قابلته أنا كنت ساعتها عازب ولسه ما جوزتش ودعاني كذا مرة إن أنا أحضر الأداس وفي الآخر لما نزلت مصر وجوزت وجبت المادام وظبت على إني أروح الكنيسة كان أي حاجة في ايتيه كان بيديها للناس مفيش حاجة يخليها في إيده يعني بيروح عنده فلان عنده محل بتاع حلويات يدير حلويات أول ما يقابل أي أسرة يروح مديها الحلويات كان يجي للبيت ما جاي بحلويات لسيلفي ومارينا وكان متعلقين بيه بطريقة رهيبة سيلفي كانت تقعد جابيه ومارينا على طول تروح نقط حط نفسها على حجره وهو يمسكها كان يحبها جدا لدرجة هو اللي زكى مارينا إن هي تقدم بوكيل ورد لقداسة بابا شنود الثالث أنا مرة رحت أجيبه كنت ساعات أشغال في شغل بتاعي من الصبح من الساعة أربعة لغاية الساعة اتنين ورحت أجيبه بالساعة اتنين عشان عندي في البيت كنت فعلا مرة في الوقت ده أول ركنت العربية ودخلت أسأل علي أهو كان مستنين البواب قال لي أبونا مستنيك فاستنى في القوضة الاستراحة بتاعتي فدخلت الاستراحة ومفاجأ إلا إني غبت في النوم بطريقة رهيبة لقيت الباب يخبط علي وبيتفتح فببصت لقيت أبونا حنة بالبشاشة بتاعتي بيقول لي أظن استراحت كده فببص في الساعة لقيت أربعة ونص كنت حجني أربعة ساعتين ونص قعد نيمه وأنا مش أخد بالي هتحس حس بيحس بالإنسان اللي قدامه لدرجة تسامني مرضيشي صحيني غير لما استريح قلت بقى هلاقي غرامة على العربية سبت ده كل جديد على العربية أنا أقول فعلا ملقتش ولا غرامة على العربية ولا حاجة فأنا مرة كان راكب معايا وفجأة بصيت بيقول لي بيقول لي تعالى واديني البصة فده لي أبونا قال لا أنا عايزة أروح للبصة في موضوع كده فدخلتنا معاها للبصة وفاجأ رأيك تهب لي غرامة كانت محطوطة قدامي على الطابلوة أنا مش أخذ بالي منها فأخذها مني ورح مدفعها قال الحاجات دي متأخش لازم تدفعها كان يجي عندي لما يلحس في حاجة في أي مشكلة بتاعها بصلي تصل بي يا رشاد ممكن أجيلكو ألا أنا ما قلتلوش على أي حاجة يجي يقول لي الموضوع كذا كذا وبتاعها أحس إن هو مشاركني في أي مشاكل في أي ضيقات قبلها مرة مساعة مارينة تولدت تولدت ضعيفة جدا تولدت كيلو وربعمائة جرام فريق بورن يعني اتحطت في الحضانة ثلاثة شهر في الحضانة وكانت مرسل سعلانة عليها جدا فأبونا كان يطيب خاطرة وقال لا ما تخفيش إنت هتشوف مارينة هتشكلها إيه دي هتبقى أحسن واحدة هتبقى كويسة جدا هتتتخرج وهتبقى متعلمة جدا وهتبقى في ماركس حلوة ما تخفيش عليها وهو اللي بقاله أبونا بيتحقق واحدة في واحدة مع مارينة إن شاء الله كان محب جدا لينا محب يعني أنا بحس إنه محب لينا تاري الشعور ده لكل الناس أقابل واحد يقول لي ده أبونا محب لي يقول لي مش أكتر مني أبونا بيحب الواحد فعلا بيحس إن أبونا بيحبه كشخصه كذاته هو موزع حبه على كل الناس أبونا من نوع اللي فعلا بيفكر في كل إنسان في كل واحد من الشعب بتاعها كان يجي عندي ساعتها وكان بيجيب الكرتة فاضية ويعدم لها ويحط عليها الدمغة وكل واحد بإسمه عنده دفتر في جميع أسماء الجالية كلها وكان بيبعت لكل واحد كرت معايدة للبيت أنا عندي شيئنا هون في كروتة من إيد أبونا يحنى أنا مش فاكرة السنة بالزبط يمكن محتمل تمانية وتمانين يعني سنة تسعين جي أبونا نجيلس كان وقتها بيجي الأنباب شوي فإحنا كلمناه قلنا له بقى يعني منه هو بعديها في سنة تقريباً صح بيبقى تقريباً آخر تمانية وتمانين تسعة وتمانين كان أبونا حنى تعبان هو كان في لنز وبس أنا لأنها أخذ برد مرة واحدة ولقيت بتوع لنز بيتصلوا بي بيقولوا لي إن أبونا حنى عيانه في المستشفى فإحنا على طول بعدين رح أخذناه بعدين رحنا هناك فقابلنا الشخص ده وقدانا اللي كان للمستشفى وقعدنا مع أبونا وكوان كده بنشوف الدكاترة بيعملوا له إيه أو هتعملوا مع إيه وقال لنا يعني يا أبونا حنى قال لهم بيعملوا العلاج قلنا أنت بننتظر العلاج وكده نشوف وجينا هنا على فيينا بعدين بيومين أبونا حنتصل بينا قال تعال خدوني تقول له سمحولك المستشفى قال لي أه سمحولي إن أنا أطلع وهاخد العلاج كده ويروح هنا ممكن نجيوله أو دكتور أو مستشفى يجيوله العلاج فروحنا جبناه وجينا السمع شتورتس هيرشتورتس يعني معناها سمع راح مرة واحدة فما كانش بيسمع كويس وهنا سألنا دكاترة كتير طبعا روحنا واشتشارات كتير وراح شافه دكاترة كتير وكده بس هترا كانوا بنحاولوا نعلموا يعني المرة كان عندي موجود هنا وجيب دكتور بهيج من بيشوف صحوفه قال نديله حقا مش عارف إيه وصدقين يعطينا له استحمل أبونا حنا ما ياخدها يعني كده كان بيحس ببطانين جير عادي في ودنه وبعد كده ابتدى ما يسمعش خالصي كانت الناس تعمل معه بخلال الكتابة الجريب في الأمر بقى أنه برغم أنه ما يسمعش لكن يحس بالإنسان قدامه هو بيقول إيه بالظبط وعايز إيه بالظبط برغم ما يسمعش خالص كان يقول له أنت تقول كذا 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 لا تعملش دي كان دايما فيه حاجة خاصة بيه هو لازمة معه الحاجة اللي مش موفق عليها يشاور بصباكت دي لا اللي بيعمل غير دي بيبقى فاشل فعلا الناس كتير اختبرت الحكاية دي واحد قال له أنا كنت داخل في مشروع بعدين رحت قلت لما أستشير ابونا يوحنا فعدت أتكلم معهم السمعني فابتدت أكتب له فهو بص كده للكتابة وبعدين عمل لي كده فانا قلت إيه هو ده له في الصلاة بس هو يفهم إيه في المشاريع لا يفهم في المشاريع ولا في الحاجات دي يعني خللنا احنا الحاجات دي احنا نفهم فيها أكتر ودخلت في المشروع ده وما اسمعتش كلامه وكان فشل زريع كان بيجي لي برضو بوردن لند وهو يعني كان تعبان كان عند عربية فولكس فاغ وكده من الكيفة دي وكان بيسهوين رغب ان هو كان تعبان يعني كان وداله كانش بساعتها وحابة زي كده إنما كان بيجي وما ميت كيلو كان بيجيه مرض أبونا يوحنا مأثرش نهائيا في خدمته بل بالعكس كانت خدمته يعني كبيرة جداً مش في النمسا بس أنا أذكر مرة كنت كان معاد يجي يبركنا في البيت وبعدين ادينا تليفون قال لنا معايا ناس من الدنمارك فهل ممكن أجيبهم وجي قلتولي يا أصيبونا ده البيت بيتك يعني والناس بتوعك ده بيتك أنت تعزم اللي عايز تعزمه يعني فجاب الأسرة بتاعت الدنمارك ديت الزوج دكتور مصري والزوجة دنماركية وقعدنا فعرفت من الكلام بتاع الزوج والزوجة بإن أبونا يوحنا بيروح ياملهم قول ده سبيت دنمارك أفتكر بإن حاجات كتيرة أقول فين أبونا الوقت أجيبه إزاي ولما سمعوا مع الأسف تعب فأقول طب أنا لو هدينه تليفون مش هسمعه طب أعمل أبوصة لقي التليفون غني ألا أبونا ولا اللي كأنه بيقرأ أفكاري وبيقول لي عايز تحكي ليه أبوصة ليه يقول لي أنا جايلك النهاردة تعال أخدني من المكان الفلاني أو هديك فلان قوله العنوان عشان يجيبني عندك فكان حاجة عجيبة جدا بإن هو بيحس بولاده بيحس فعلا يعني يعني أنا كنت تملي في كل حاجة أبوصة لقي بإن هو يعني قبل ما أقولها بيقولها لي مع أي راهب تاني أو حاجة زي كده كان ممكن يعني يقعد في الدير أو بتاعه إنما صراحة يعني قدسة البابا شاف أن أبونا يحنى ربنا عوضه عن السمع حاجات كبيرة جدا 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 بيتحمل كتير بيشتغل كتير كنا دايما المعاملة معايا كنا نكتب له وكان هو يرد علينا فإن يهتم بأي واحد مننا ويتطبط على أي واحد زي ما يكون هو بتاعك بس يعني يهتم بيك زي ما يكون أبوك فعلا أنت ليك أنت بس يعني بتحس بخاصية جمدة جدا جدا أكتر ناس يحبوا الكنيسة هنا حقيقي يعني أعطي أفكر فيها دي من أبونا يحنى صعيح ما بناش توبة أو هو طبعا الكنيسة العدرة بنت في عهده يعني في زمنه بنى نفوس طبعا والنفوس اللي بناها هي اللي خلت الكنيسة الصغيرة دي تبقى أبروشية كاملة بمجهود عظيم من يفت الأنب جبير بس وزرع المحبة فالمحبة دي ساعدت سيدنا الأب جابريل في عمل الأبروشية الكلام عن المتنيح أبونا يحنى البراموسي شيك وجميل وما كانش ينفع أبدا أننا نحتصره في جزء أو اتنين وعشان كده إحنا هنكمل الكلام في الحلقة اللي بعد كده برضو عن أبونا يحنى اشتركوا في القناة